طبعا مشاهدينا بالفعل معرض متنوع من الأعمال الفنية الجميلة وويانة اليوم الفنان صاحب هذه الإبداعات الدكتور رؤوف العطار أستاذ التصميم المعماري وصاحب غالري بيت الفن للفنون التشكيلية في أربيل حامل لماجستير في الفنون من إيطاليا وحاصل على دكتورة في العلوم الإنسانية له 31 معرض شخصي أولها كان عام 1993 وآخرها هذا المعرض الحالي بعنوان قصة حضارة يسعى صباحك دكتور رؤوف أهلا بك يسعى صباحك دكتور أهلا بك أهلا بك نورتنا دكتور ما شاء الله يعني مشوار طويل مثل ما شفنا همينه ومثل ما ذكرت زميلتي حابين تحكيننا يعني عن البدايات وعن المعارض وعن المشاركات اللي احنا دنشوفها حضرتك وهمينه بخصوص رسم اللوحات اللي دنشوف كم ساعدة ياخذ من عندك يعني بداياتي كانت من الطفولة يعني يعني كان أول مشاركات ومعارض تقريبا كانت في السنة السبعة وتسعين ممكن طالب بداياتي قبل المعهد فنون من المتوسطة وغيرها واستمرت بمشواري فني نعم قامت المعارض حاولت أنه دائما يكون لي أسلوب خاص باللوحات من ناحية الفكرة من ناحية أنه شمال المواضيع اللي ممكن أتركها اللي تكون جديدة ومختلفة عن الموجود اللي ممكن أنه أترك بيه بصمة وهذا ما يسعي إلى الفنان أنه دائما أن يترك بصمة بعمل الفني بما يخصه بالنسبة لساعات العمل تقريبا من 8 إلى 10 ساعات باليوم من الرسم يعني نعم نعم طبعا يعني دكتور نحن دنشوف من خلال يعني هذه اللوحات اللي لو سنعرض على الشاشة يعني هذا الطابع الحلو طيب يعني شون يجد لك هذه الفكرة أنه تسوي مثلا هذا المعرض بهذه اللوحات هل مثلا كل معرض وتخصصها مثلا فكرة معينة هو إلى مثلا شي معين لو هي لا مجرد فكرة تجيب بالك وأنت تحب أنه تسوي أكثر من اللوحات بخصص هذا المعرض أنا تقريبا كل سنة أعمل معرض شخصي اللي يحمل فكرة معينة تكون هاي الفكرة تحت دراسة كاملة إلى أن أبدأ بتنفيذها أنه يكون عندي أدة مصادر أنا تشبع بيها بحيث من ناحية المعلومات من ناحية الصور شوف شنو اللي ممكن أنه أقيمة فهذا المعرض أجى من قبل فكرة الدخولي لموسوعة جنس نعم أكبر لوحة فكانت هي عن تاريخ العراقي فعن تاريخ العراق والمراحل الحبارية للحبارات المعالم الحبارية اللي كانت بالعراق فأخذت من كل الجوانب فكانت تعاون مع مركز واي أنه هو يعني هم أدهم فكرة عادة كتابة التاريخ نعم طيب كم عدد اللوحات اللي نفذتهم لهذا المعرض؟ أربعين لوحة أربعين ما شاء الله أربعين لوحة فكانت بعض اللوحات ألفت كتاب عن الرحالة اللي مروا بالعراق نعم بين الألف وسبعمية وبين الألف وثمانية حلو أنت حتى ما ذكى أنه ما نسيتهم أنه ذكرت الكل نعم فكانت هذه الرحالة كانت تمرون بالاحتلال أو الفتوحات فبدل ما كانوا يطلعون مصورين يطلعون رسامين يرسمون هذه المدن فكانت هذه الصور جميلة جدا لمدن عراقية هي حاليا ما معروفة أكيد خاصة يعني للشباب للهابت جيل ما يعرف بغداد لشان كانت بالألف وسبعمية ما يعرف المحافظات البقية المعالم التاريخية فجسدت هذه اللوحات ضفت عليها طبعا سلوب آني بالرسم بالأبرة ومزجت بها ألوان معدنية وضفت بها أشكال هندسية فكانت بين أنه هو محتفظ المعلم الأثري بخصوصيته وتحديثه بالألوان وبالأسلوب الجديد اللي حاولت أنا طرحه حلو طيب دكتور همينا أدكم الكثير من النشاطات الدولية بخصوص الفن التشكيلي أشلون اليوم أنت تشوف هذا التعاون مع الفن التشكيلي الدولي؟ طبعا يعني الفنان ضروري أنه يوصل هذا المستوى يعني يبقى أنه بالمرحلة المحلية هي مطلوبة بس أن يشارك وأن تكون هاي المشاركات أيضا الدولية في بلده يعني الفنان نفتقر لهذا الشيء صحيح بلدنا يعني بالعراق يريد يشارك يسافر يروح يعني شاركت وعملت عدة معارضة بدول عربية وبدول أوروبية وفزت بجوائز وشاركت وشفرت هذا ثقافة بصرية يعني الفنان ضروري أنه يشوف وأن تكون واحدة من مراحل حياته أن يشوف فنانين من غير حبارات من غير ثقافات هذا يطور من أسلوبه نحن بالعراق ما عندنا هذا الموضوع أنه مستضيف فنانين أو يكون سامبوزيوم لرسم لوحات رسم حر بس مستضيفين فنانين من غير الدول يعني فحاولت أنه أنا أطلع من هذا المأمر بظرف ما البلد يعني نعم صحيح فعلا طيب دكتور إحنا مثل ما حمينا قلنا قبل التقرير أنه حضرتك دراست في إيطاليا أحكي لنا أكثر يعني عن دراستك وأيضا شكت تشعر أنه ضافت لك قصن أو أي شخص يروح إيطاليا يشوف الفن اللي بيها يعني وشوف التماثيل والنحة يعني بيها هوايا من واع من الفنون وكلش حلوة يعني كان الدراستي بالماجستير بإيطاليا يعني مو عن طريق الصدفة بس عن طريق النجاح يعني ما كنت رايح وشاركت للدراسة الماجستير شاركت أكثر المعارب يعني المعروفة بإيطاليا اللي هي الرسمية لهم والحمد لله تقريباً فزت بأربع جوائز بيها بمراكز الأولى أخبت جوائز كروستوف كولومبوس بميلانو بعدة أماكن فبعدها هم يعني أرسلوا لي أنه تحب تكمل ماجستير لأنه يعني الماجستير أو الدراسة بإيطاليا يعني ما بها لا موضوع معدل ولا موضوع مادة يعني الأساس بها الموهبة أي وأساس قبولي كان أنه أرسلمنا اللوحات مالتك من البداية إلى الآن وبلجنة أنه هل أنا أستحق أن أدرس أو لا فكانت يعني تجربة جداً فادتني وطلعت بها هوايا واللوحات اللي الدراسة اللي كانت إلي أنه هو الدمج الحباري للمدن صح، طيب دكتور حبا أسأل حضرتك يعني اليوم يمكن هوايا من الفنانين لما يسافرون لغير دولة ويشوفون مثلاً إذا كان عندهم مثلاً معلم معين أو مثلاً لوحة معينة يحسون أنه يعني يغضون شيء من عندها بعدين لما يرجعون أنه يسمون مثلاً كولكشن على شيء أنه هم ويمكن شي فيه هناك أنت أخذت أو تأثرت بشي مناك مثلاً وحبيت أنه همينة تسوي بلاوحة؟ رسمت هوايا جداريات بعد دراستي جداريات بأماكن رسمية منظم منها جدارية مطار بغداد جدارية أيضاً في البرلمان هنا جدارية في مدحف ياسر عرفات عن تاريخ فلسطين أخذت هوايا من تاريخ المدن نفذت بجداريات جدارية عن محافظة بغداد مبنى المحافظة فكانت هذه الدراسة أنه تكون اللوحة فانورامية مدروسة يعني مو تشوفيها مثل أعمال فوتوشوب كأنه بحبارتنا ما عندنا غير أسد بابل والثور المجنح وعدة رسم فلا تكون عن دراسة تاريخية من إلى الفترة التاريخية استخدام الرموز أنه ما تكون هي المتعارف عليها يعني بيها بحث أكثر شنو علاقة الدائرة أو البور يعني اللوحة أصلا بيها تاريخ بيها أكوشي وراها أكوصة فعلا فكانت هذه فائدة يعني فبت أكثر من عشر جداريات بأماكن معروفة نعم طيب دكتور أنت مثل ما نعرف عندك صالة عرض فنية أو غالري في أربيل شلال تشوف النشاط الحركة التشكيلية مثلا بيها مقارنة ببغداد أكيد يعني هذا الموضوع يحمل معاناة يعني اللي يفتح غالري اللي ممكن أنه يكون علاقته بين الفن والسوق شي صعب صحيح خاصة هسه أكو فن الطباعة والفن الرقمي أكيد وهابي الفنون بس يبقى الفنان إلى باسمون يعني صاحب غالري اللي يجي يجي على لوحات رؤوف ما معربة لوحات تجارية صحيح ما جيت ينهاب الأسلوب اللي هو فقط أنه كبيع وشراء طبعا يكيد راح أتحمل بفترات أنه تكون بها ركود بس أنا ما عندي أنه كان مثل مكتب إلي أنه للعمل يعني أيضا صالت عرض أعطى دورات احترافية للفنون حلو يعني إذا أكو مثلا طلاب أو شباب أو بنات يحبون يتعلمون الرسم أعطيت كثير من الدورات الاحترافية أنه حلو احتراف الفن يعني أنه الفنان مو مجرد أنه دورة رسم أكيد فعلا أنه يخلص الدورة أنه يكون مؤهل لإقامة معرب أو تكون أنه له حاتف نعم طيب دكتور يعني أنت تحس أنه مثلا كل الأشخاص هما يعني اللي يحبون مثلا الفن يعني أكل أشخاص ما عاد هم موهبة ولكن هما حابين يتعلمون تحس أنه هو ممكن بعدها يعني يصير أنه فنان اسمه لا معي يكون مبدع له أو هي تكون يعني خينقول يعني من العمق تطلع أو شخص مرات أو الفنان الحقيقي يعني خينقول هو يعني يعني يسمع لنفسه مثلا هوية يعني واحد ما يقدر يتعلم هذا الشيء ممكن يكون بالفترة أكثر هو أكيد الرغبة وأنه طموح أنه واحد أنه يصبح فنان هو الأساس يعني الدراسة هي تشكل سقل للموهبة يعني الأساس هو أنه تكون واحد عند الموهبة عند الرغبة بأن يتعلم إذا حب أنه يكمل دراسة الأكاديمية فهي راح تكون أيضا سقل لهذه الموهبة نعم نعم طبعا دكتور أوف شكرا لك شكرا وجودك وإحنا سعيدين أنه تنتويانا اليوم شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك أهلا بي شكرا لك اشتركوا في القناة